هجمة غير مسبوقة تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين من خلال مصادرة أراضيهم والبناء فيها حيث أصدرت اللجنة القطرية للتخطيط والبناء في مجلس المستوطنات قرارا يتضمن مخططا لإقامة 4700 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ 840 دنوما في قرية الولجة غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المناطق التي تم اختيارها للوحدات الاستيطانية غنية بالمواقع الأثرية والينابيع والمياه الجوفية في خطوة للسيطرة على مصادر المياه في فلسطين وتزوير الحقائق والتاريخ هجمة استيطانية شرسة على قرية الولجة من مصادرة أراضي واستيطان وهدم منازل لتمرير ما يسمى مخطط القدس الكبرى ابتداء من قرية الولجة الذي يربط القدس بقواش عطسيون حسب ادعاء الاحتلال الإسرائيلي قرية الولجة تقف شوكة في حلق المحتل الإسرائيلي بصمود أهلها وبثباتهم وتجذرهم في هذه الأرض هم رغم أنهم لا يثقون بالمحاكم الإسرائيلية إلا أن القضايا في المحاكم الإسرائيلية عرقلت مرور قضية القدس الكبرى ابتداء من قرية الولجة ويستوطن الإسرائيليون الأرض الفلسطينية على حساب المواطنين الذين يمنعون من الدخول إلى أراضيهم وبناء منازلهم بدعوى عدم الترخيص فهدم المنازل وتشريد سكانها أصبح أمرا عاديا عند حكومة الاحتلال المتطرفة إذا أنا مرأة كبيرة مثلا إلي اليوم بيت طب ابني وين بكرة بدي أبني له وين بدي أجوزه وين أطلع من الولجة يعني بموت أنا إذا متت أنا يعني تروح الأرض لإسرائيل أولادي ممنوع يقعدوا هان بالولجة يعني أنا مش عارفة شو بدها إسرائيل قرارات المصادقة على الوحدات الاستيطانية شملت مستوطنة هارجيلو المقامة على مدخل قرية الولجة بثلاثة آلاف وسبعمائة وحدة استيطانية تنفيذا لمشروع القدس الكبرى الذي يمتد إلى مستوطنات تقع شمال مدينة الخليل بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة زادت وطيرته في الفترة الأخيرة بشكل واضح فحكومة الاحتلال ماضية في مشروع مصادرة الأراضي الفلسطينية دون تدخل ورادع دولي من قرية الولجة غرب مدينة بيت الأحم رائد الشريف الغد فلسطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر